مكان اللي قاتلي فيه يومية تروح تنام بالليلة هناك تروح تنام بالليلة وهو أصغر أصغر واحد عندنا عن حكاية فجعتهم يروي شقيق المقتول كيف تنام والدته بمكان نحر ابنها الصغير فضل ذو الثمانية عشر عاما نحير وطعين بخمس طعنات عند ذهابه لمشاهدة مباراة المنتخب الأخيرة ليغرق في دمه حديثة حصلت في منطقة الزعفرانية ببغداد والتفصيلات على لسان ذوي المنحور جريمة كانت بيوم اللعبة وباقت اللعبة ما المنتخب؟ ما المنتخب كلها العالم ملتهي شوارع فارغة طلع دا يشوف اللعبة شنو صار؟ شنو الاتصال اللي جواه؟ شنو الحكي اللي وصل لها ما ندرك؟ أي معلومة ما عندنا بس اللي شفناه بكاميرا بيها قطع بالفيديو هواي يعني طعنات بالستشين وراء طب وراء سيارة قطع الفيديو شن طعنات طعني؟ خمس طعنات طعنينا حريب رقب تنحرب يعني جريمة بشعة 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 بشكل يعني نحرب من الرقبة أقل من أسبوع تقريبا مر على الحادثة عائلة فضل لا تعرف دوافع القتل أو القتل واحدون منهم تم إلقاء القرض عليه أما الآخر فما يزال هريبا يطالبون رئيس الوزراء بالتدخل في قضيتهم وإعدام الجنات هو واحد اللزم والثاني مهزوم وعلى يعني حدش العالم اللي هاي يقولونك واحد ثالث ما نعرف بعد حدش هو طالبوا إحنا بأعدامهم يعني هنا ما أحد ريح قلبنا لأعدامهم الريد يعني رئيس الوزراء يدخل بهذه القضية لأن لحد الآن اليوم خمسة يوم القضية يعني ما أعرف مدى يصير لها حل مدى يصير لها حل لأنني أقول لك يعني بيام الحضر ما لزمه دي ناسا مفتح الحضر شو راح تلزمه وبمقتل فضل الأربع شوارع في الزحفرانية يسجل جريمة الثالثة خلال هذه السنة وفق حديث الأهالي جرائم تتم وبطرق بشعة تستدعي جهدا أكبر من القوات الأمنية وفق مختصين من أجل إيقاف النزيف المتآتي منها من راصمة بغداد بدر ركابي أتغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر